هذا سائل يقول في بلدنا الجزائر حرس الله وبلاد المسلمين تتبعون المذهب المالكي ولكن في زكاة الفطر يأخذون بقول أبي حنيفة على أن زكاة الفطر تعطى نقودة فهل تجزئوا بالنقود؟ وما هي نصيحتكم للمسلمين عامة وللجزائريين خاصة ودارك الله فيكم صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط لأن هذه الأطعمة التي كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند البادية والحاضرة فإذا جاء أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام لأن في الحديث صاع من طعام طعام البلد الذي يوكل قوت في البلد يخرج منه الصاع أما النقود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها مع أنها كانت موجودة في وقته كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا عدل عنها وأمر بصاع من الطعام فنحن نتقيد بما جاء في الحديث ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان ما دام ذلك مخالفا لنصر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم